جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل اثنين من جنوده وإصابة أربعة آخرين بجراح خلال معارك مع المقاومة جنوبي قطاع غزة وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجنديين قتلا في انفجار عبوات ناسفة داخل فتحة أحد الأنفاق جنوبي القطاع ما أدى أيضا إلى إصابة ثلاثة جنود آخرين بجراح ما بين خطرة ومتوسطة وفي حادث آخر أصيب جندي بجراح طلاق صاروخ مضاد للدروع نحو جرافة دي تسعة وبذلك يرتفع عدد القتلى من جنود الاحتلال إلى ستمائة وثلاثين جنديا منذ السابع من أكتوبر